خبر من الأخبار التي تمنيت أن أقرأه وأتناوله خلال أعوام كثيرة مضت لكنه لم يأتي وجاء الآن كما أقول بأن الأفضل لم يأتي بعد هذا الخبر بيؤكد ما كنا نحلم به إيه هو الموضوع؟ انتقلنا من مربع استراد الغاز المسال إلى تصدير الغاز المسال الغاز كنا بنستورد خلال السنوات الماضية كمية غاز بتكلفنا مليارات الدولارات النهاردة الحمد لله قفزنا من الاستراد واكتفينا ذاتيا مش كده وبس وانتقلنا إلى مرحلة تصدير الغاز ده حقيقي؟ والله حقيقي ده مظبوط؟ والله مظبوط يعني ده مش كلام جرائد؟ لا والله مش كلام جرائد ده كلام حقيقي ده مش كلام تلفزيونات؟ لا مش كلام تلفزيونات كلام حقيقي تحولنا من دولة بتستورد يومياً ملايين الأمطار المكعبة من الغاز مسال أو النهاردة بننتقل من هذه المرحلة ليس إلى الاكتفاء الزاتي وفقط وإنما إلى مرحلة التصدير ارتفعت صدرات الغاز المسال المصري من مجمع اتكو بنسبة كان في المية؟ اربعة واربعين في المية في شهر فبراير اللي فات لتصل إلى تلتمية واحد وتسعين وتلاتة من عشرة مليون متر مكعب يومياً وهو الأكبر حجماً في السنوات الأخيرة مؤسسة بلاتس للأبحاث النفطية في تأرير أوضحت انبارح سلساء أنه جرى تصدير أربعة شحنات الشهر الماضي إلى أوروبا ووحدة سنغافورة وكشف وزير البترول طريق الملة في تصراحات سابقة له الشهر الماضي أن صدرات الغاز المسال من مجمع اتكو التابع لشركة شيل قفزت في فبراير الماضي بس إلى 800 مليون أدم مكعب يومياً مقارنة بنحو 500 مليون أدم مكعب يومياً في مطلع العام الجاري سبتمبر 2018 أوقفت مصر استراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن حققت الاكتفاء الزاتي في الغاز الطبيعي بينما تعمل على التحول إلى مركز إقليمي للطاقة خلال المرحلة القادمة توقعات بلاتس بتقول إيه؟ مواصلة مصر زيادة صدراتها من الغاز المسال بنحو 818 مليون متر مكعب خلال العام مدفوعة ببدء إنتاج في حقل زهر وزيادته وأيضاً حقول الغاز الطبيعي بدلتا نهر النيل وقالت أنه يمكن تحقيق المزيد من الإنتاج إذا ما تمكنت الحكومة من تسوية النزاع القائم مع شركة فينوسا بشأن استئناف تصدير من مصنع ضميات الإسالة أنا أذكركم جميعاً أن مصر في طريقها إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة مركز إقليمي للطاقة بدأ بالفعل تحول من مرحلة الأحلام إلى مرحلة الحقائق على الأرض كنا بنستورد الغاز بمليارات الدولارات أوقفنا الاستيراد وبدأنا التصدير عندي تسهيلات التصدير في إدكو وضميات اللي كانت معمولة من 10 سنين أو أكتر من أيام الرئيس الأسبق مبارك قلناها وعرضناها قبل كده هذه التسهيلات دلوقتي ممكن تعمل لها 10 مليار دولار لو عايزين نعملها يعني هنكلفج 10-12 مليار دولار مفيش دولة في المحيط سواء إسرائيل أو قبرص أو اليونان أو تركيا تقدر تعمل تسهيلات الغاز موجودة عندي في مصر هبدأ أشغل هذه التسهيلات وصدر من خلالها الغاز بعد إسالاته الغاز بيطلع غاز أحوله في هذه المناطق في إدكو وضميات إلى إيه؟ إلى غاز مسال يعني أتحول من حالته الغازية إلى حالته السائلة أحطه في مراكب أو أحطه فيه بايبز ويطلع لفين؟ على أوروبا مصر اتفق بين الدول المنتجة للغاز أنها تتحول إلى مركز إقليمي للغاز ثم مركز إقليمي للطاقة اللي كان بيحصل في مصر يا سادة من ترسيم حدود مع قبرص ويونان من زيارات 6 يمكن 6 زيارات أو 7 زيارات بين مصر وقبرص ويونان واجتماعات سلاسية بين الزعمات السلاسة لم يكن إلا من أجل أمن إقليم المتوسط اتنين الغاز وإدارة الغاز وإدارة الطاقة ولم يكن من معركة حامية الوطيس بين أنقرة والقاهرة إلا على خلفية موضوع الطاقة موضوع الطاقة بفكركم كلكم لما الرئيس قال في دي جب نجون وأنا بقول لكم في دي جب نجون دلوقتي الموضوع من ساعة الرئيس ما قال جب نجون دحنا الشبكة فتحت ليه؟ لأنه تحولت ده بقى طام مش أحلام مش كلام نظري مش كلام بكتبه في مقال مش جرافك ببعطل لحد بقوله على الإطلاق حقيقة دلوقتي معروفة أن مصر بلدكم الحمد لله وفرت مليارات الدولارات كانت بتستورد بها غاز والحمد لله وبفضل الله وبكرم الله اكتشفنا حقول الغاز خاصة في حقل زهر حصلنا اكتفاء ذاتي وصدرنا والنهاردة بأعلم على حضراتكم أن احنا الحمد لله بنصدر الغاز من تسهيلات اتكو وضميات بزيادة زي ما قال 44% عن الشهر الماضي معنى ذلك أن احنا منطلقين إلى الأمام ان شاء الله ان شاء الله مصر دولة بتفيد بالخير مصر دولة مش عايزة أقول كلام تنظير لكن انا مؤمن بهذا مؤمن ان احنا بإذن الله اشتغل وربنا هيضعف لك الخير اشتغل وربنا هيضعف لك الرزق اشتغل من غير ما نبدأ ننظر ومن غير ما ننفسن ومن غير ما نشكك ومن غير ما نتناول الشائعات احنا بلدنا بخير يبقى عندي